ناس كثيرة جدا بتحب عندها حيوانات أليفة وتربيها في البيت لكن ما عندهمش الوعي الكافي بخصوص الساعات كثيرة ممكن أمراض تصيب هذه الحيوانات ويكون لها تأثير سلبي على صحة الإنسان طبعا اكتشاف إصابة الحيوانات في المنزل بالأمراض ده مهم جدا إيه العلامات الدلة على الإصابة؟ هل في خطورة على الأسرة من عدم الاهتمام بالحيوانات الأليفة؟ كل دي أسئلة هنعرف إجابتها من الدكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية اللي منوارنا صباح الخير على حضرتك دكتور خالد صباح الخير أهلا بيك يا أهلا بيك يا فاند أهلا بسرعة النهاردة بنشوف أنه فيه ناس كثيرة جدا بتربي حيوانات أليفة عندها في البيت إزاي ممكن تعرف أن هذا الحيوان مثلا مصاب بمرض معين؟ وهل بشكل عام الأمراض اللي تنتشر عند الحيوانات الأليفة لها تأثير على البشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا إحنا دلوقتي عايشين كلنا في عالم واحد إحنا والحيوان والبيئة ده اسمه منظورة الوانهيلس أو الصحة الوحدة لكل الكائنات بما فيها الإنسان في البيوت الحضرية كل الناس أو عدد كبير من الناس مربية كلاب وقطط معها وعارفين تبع الكلب القطة بيأكل إزاي بيشرف إزاي بيلعب إزاي بيتحرك إزاي فلحصل أي تغير في الطبيعة دي أو في السلوب المعاملة ده أو اللعب ده أو الأكل أو الشرب معناه أن فيه حاجة مش مزبوطة مين اللي قدر يشخص ويعرف الحاجة اللي مش مزبوطة دي؟ الطبيب البطري المتخصص في الحيوانات الأليفة يروح بصاحب الحيوان أو صاحب الكلب أو القطة للوحدة البطارية أو العادة البيطارية يشوف إيه الموضوع ويقدم اللازم له وطبعا كل حيوان الأليف بيطلع له بطاقة صحية زي شهادة الميلاد بتاعة الأطفال فيها كل برامج التطعيم اللي المفروض تتاخد في عمره معين وفي وقته معين وفي توقيت معين في السنة لازم يلتزم بيها البعض يا دكتور بيطعم كلابه أو القطة بتاعته مرة أول ما بيتولده أو بعد عمر السنة وبعد كده بيكتفي ما بيطعمهمش تاني لا طبعا ببرنامج التطعيم زي الطفل بالظبط الكلب أو القطة زي الطفل بالظبط ليه برنامج تطعيمات عند شهرين لتحصين عند أربعة شهر لتحصين عند ستة سنوي تحصينات ضد الددان تحصينات ضد الأمراض الفطرية تحصينات ضد الأمراض البكتيرية كل دي لازم تتاخد وإلا هيبقى فيه عرضة إن الإنسان يصاب أي مرض من الأمراض دي إيه بقى يا فندب الأمراض اللي ممكن تيجي للحيوانات الأليفة اللي من ربيها في البيت إيه الأمراض اللي ممكن تيجي لهم وإيه نوعية الأمراض اللي ممكن تنتقل للبشر هو حدرك فيه أكتر من مئة مرض مشترك ما بين الحيوانات الأليفة والإنسان أهمها هم عشر أمراض فيه أمراض بكترية زي السلمونيلا زي الليبتوس بيرا فيه أمراض طفيلية زي الرينجورم أو الجرب أو الأمراض الجلدية فيه أمراض ديدان بتيجي في الجهاز الهضمي فكل دي لها برامج للتطعيم لحماية للإنسان وحماية للحيوان برضو فلازم نلتزم بيها ودي أي واحد عنده كلبة أو قطة أو حتى حيوان أليف حيوانات المنزلية زي الأبقار أو الجموس أو الخيول أو المعز دي بيبقى لها شهادة صحية فيها برامج التطعيم اللي بتتعامل المربين في الريف عارفين الكلام ده والمربين في الحيوانات الأليفة عارفين برضو أن الكلام ده لازم مهم ولازم يتعامل أبقار، خيول، معز، كلاب أو قطة دي الحيوانات الممكن تكون في البيت تمام الحيوانات المنفعش تكون في البيت وحدك يمكن قابلت مثلا بعض الأسر بتربي حيوانات غريبة شوية في المنزل أي مثلا؟ حيوانات برية ممكن مثلا واحد بيجيب نسناس ممكن يجيب قرد، ممكن يجيب العصافير مثلا من الحيوانات من الطيور التي موجودة في البيت بصورة كبيرة عند موظم بيك برضو لها برامج وقاية برامج تطهير أمن حيوي لازم نبقى وأمراض مشتركة بين الطيور دي وبالإنسان فلازم إليها نضافة معينة، أسلوب معين في التطهير ضد الأمراض طيب ده مهم جدا موضوع للناس اللي بتربي النسانيس والقرود لأنه مثلا الكلاب والقطط يعني خلاص ناس تعودت على تربيتهم وبدأوا ينصحوا بعض حتى بالتطعمات أو بالنسبة للأعراض اللي بتظهر عليها الحيوانات الأليفة اللي في البيت بقيت حاجة معروفة سواء بالنسبة للناس اللي بتربي أو حتى بالنسبة للدكاتر البيتريين لكن موضوع النسانيس والقرود ده مهم برضو أن هم يعني يشوفوا الموضوع التطعمات ده بالنسبة لهم لأنه زي ما حضرتك ذكرت أنه الأمراض بتنتشر وبتنتقل من الحيوانات الأليفة إلى البشر الناس دي بتبقى برضو بتتبع مع عادات صحية بيطارية أو وحدات أو مراكز متخصصة بتقول لهم إيه البرامج التطعمية ضد الأمراض المشتركة بين الحيوان ده والإنسان فلازم نلتزم بها حرصا على صحة وحياة الإنسان طيب حضرتك قلت أنه لو أنا لقيت أي بيهيفير مختلف أو السلوك مختلف غير اللي أنا معتادة عليه من الحيوان بتاعي أبتدي ألجأ ليه الطبيب البطري إزاي أعرف أن أنا كلبي أو قطتي تعبانين يعني ألاقي خيول ألاقي خمول ألاقي خمول خملان الحيوان خملان ما بيأكلش أكلته الطبعية ما بيلعبش بطريقته العادية سواء كلب أو قطة أو خيل أو أبقار أو جموس أو أغنم كل واحد ليه بيهيفير معين عارفينه المربي المربي الحيوان عارفه ومتعاود عليه أي لخبطة في السلوك ده يبقى معناه أنه فيه حاجة غير طبيعية يبقى لازم أوقع الكشف الطبي عليه هل غلط وجود كلاب وقطت في حال وجود أطفال؟ يعني بعدها ده كثرت الأطفال دايما بينصحوا أو ما بينصحوش وجود كلاب وقطت أو أي حاجة فيها فروا جنب الأطفال عشان الحساسية هل ده فعلا خطر؟ بص يا خددك الإنسان السليم الصحيح تمام ما فيش خوف منه إنما الإنسان اللي عنده مرض مزمن عنده مثلا نازل يعني التهاب في الشعب الهوائية عنده حسية زيادة الحوامل اللي هم منعيتهم بطبقى ضعيفة الناس الكبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة زي أو بياخدوا علاك كيماوي أو إشعاعي أو كده كل دول بنحاول نخلي البيئة المحيطة بيهم نضيفة إلى أقصى الدرجات عشان منعيتهم بتبقى ضعيفة فممنوع أن أنا أعرضهم حالك قلت منهم أطفال؟ أطفال صغار السن منعيتهم وحشة يعني في أطفال صحيحين ما فيهم مش أي مشكلة وفي أطفال عندهم مشاكل صحية فدول يبقى لهم رعاية أو للحيوانات اللي معاهم رعاية مكسفة بس إذا الموضوع مش مرتبط بالأطفال لا في حال بس أن هو الأطفال أو الكبار في حال أن هو مريض عنده مرض عامل تصبيت الجهاز المنع فده يبقى لي حرص ورعاية مختلفة عن الإنسان الصحيح سوى طفل أو سيدة أو راجل كبير طيب إيه هي الحيوانات الخطر تربيتها في البيت؟ يعني هل في حيوانات من الحيوانات دي خطر نحن نربيها في البيت؟ طبعا الحيوان المريض نبقى واحد الحيوان الشرس أو الممكنين الأمراض خطيرة مثلا بنقول حضرتك أن السنس والأولود دي لها دي حيوانات برية فلازم قبل ما تخش البيت لازم لها رعاية مكسفة وتطعيمات عشان أتأكد أنها جاية من مكان في أمراض فأنا لازم أتأكد تماما أنه خالي من المرض أعمل له برنامج وقاية وتحصنات قبل ما تعملها حبايبنا في أسوان بيرابوا تمسيح شوف بعض الفيديوهات كده التمسيح صغيرة كده في البيوت في البيوت؟ دي طبعا وردة بس يعني لها برضو برامج رعاية وبيو سيكورتي مهمة جدا طبعا من نحاوي لازم لأن الحيوانات الخطر يعني خلينا أكلمك عن حاجة يا دكتور صعبة جدا جدا وللأسف في بعض الناس يمكن عانوا منها وهي الكلاب المصعورة أو السعار اللي ممكن يصيب الكلاب وفي حال في ناس بقى بتحب تشرس كلابها يعني فيبقوا يعني بيوصلوا ساعات في بعض الأنواع الشرسة بتوصل للسعار بعدها خطورة ده إيه؟ وهل في علاج للسعار؟ ولو بعد الشر كلب مصعور أو أي كلب عضى أي إنسان أعمل إيه في الحالة دي؟ خلينا نتفق أن مرض الصعار ده مرض عالمي في القمة من الأمراض الخطرة جدا بالنسبة للإنسان والحيوان ليه؟ لأن ورد فيروسي مالوش علاج مالوش علاج طبعا أعمل إيه؟ ألتزم بالبرامج الوقائية بتاعة التطعيم الحيوانات اللي أنا بربيها التطعيم بتاعه يبدأ من ست شهور ويتكرر كل سنة لازم الكلب أو القطة والسعار بتاع القطة بيبقى أخطر من الكلب ليه؟ لأنه ما بيبقاش ظاهر زي وزي الكلب الكلب بيبقى شارس ويعضعض ويبقى سلوك وعنيف القطة بتبقى هادية وممكن يبقى عندها بس لازم بتاخد التطعيم بتاعها السعار ده ممكن يتنقل للحيوانات التانية الحيوانات المنزلية التانية زي البقرة زي الجموسة ممكن يتعض من كلبه مصعور الإنسان ممكن يجي له المرض ده والمرض ده مالوش علاج في أي سبيشز أو أي نوع من النوع لكن لو أول حتى لو أول ما بعد شارحة كلب يعض إنسان ياخد الحقنة لأ برضو؟ لأ طبعا أول ما إن الكلب يعض بقر جموس أو إنسان وشك أو بقى في نسبة واحد في المية شك إن الحيوان ده أو الكلب ده مصعور لازم ياخد تطعيم بتاع السعار وده بيبقى لبرنامج برضو لازم يتطبع عليه عشان ما يتنقلش للمخ لأنه لو وصل للمخ خلاص ما ملوش حد ده كنازيل حقنا بتمنع ده بس طبعا الوقاية خير من العلاق طبعا ده مبدأنا الوقاية خير معي الوقاية يعني إيه الحيوان أول ما دخلوا البيت جمال خالص هم جمال خالص معنا جمال هم جمال بس يعني إيه ناخد بالنا طبعا نهتم منظفتهم دي حاجة وفي نفس الوقت نلتزم بجدول التطعيمات ده حفاظا عليهم وحفاظا علينا كمان لأنه بكل تأكيد لو فيه أمراض هتنتشر وهتنتقل إلى البشر كل الشكر لحضراتك دكتور شرفنا ممكن أن أول بس عن حاجة فضل إيفان إحنا الهائة العامة لخيرنات البيترية بدأت السبت هتبدأ السبت إن شاء الله الحملة القومية للتخصين ضد مرضي الحمى القلعية وحمى الوادي المتصد على مستوى الجمهورية في جميع القرى والنجوع للأبقار والجموس والأغناء من المجم مهمة طبعا جدا للحفاظ على رؤوس المجاية بالنسبة للمربين شكرا جزيلا دكتور خالد مرسي مدير عام الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيترية نورتان وشرفتان فن نورتان وشرفتان 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 وش